اهلا بكم مشاهدينا من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث دشنا وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن بورصة البحرين زيد بن راشد الزياني سوق البحرين الاستثماري وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصا لتمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة ووقعت البورصة على هامش حفل مراسم إطلاق العمليات التشغيلية بسوق البحرين الاستثماري اتفاقيتين مع شركة كي بي أم جي وشركة كي بوينت ليصلحا مكاتب استشارية محتمدة لدى السوق إضافة إلى توقيع اتفاقية ثالثة مع تمكين لإطلاق برنامج دعم جديد مخصص لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج وتعيين المكاتب الاستشارية وصرح الزياني أن سوق البحرين الاستثماري يعزز المكانة المستحقة للبحرين كمركز الابتكار وريادة الأعمال ويفتح أفاقا جديدة لنمو القطاع الخاص وحركة التنمية في البحرين والمنطقة ككل لا يسعني إلا أشكر جميع فرق العمل التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع وبعدين سوق البحرين الاستثماري يتميز بأفكار أو بهيكلة فيها أمور إن شاء الله ستكون لها أثر إيجابي على القطاع الخاص في ملكة البحرين وأيضا إقليميا طبعا السوق لهم زايا عديدة يعني الشركات المعتمدة المتخصصة في طالب الإدراج هذه واحدة من الأمور التي تقلل الكلفة وتقلل الوقت على الشركة مهمتني في كيفي أمجي بتكون مساعدة هذه الشركات على الإدراج في السوق الاستثماري الجديد هذه الخدمة نحن نقدمها بالحقيقة للشركات المدرجة على البورصة الرئيسية سواء في البحرين أو خارجها ولكن هذه الخدمة الجديدة ستقدم للبحرين لكي نساعد تلك الشركات الصغيرة التي ترقب في الانضمام إلى السوق الاستثماري الجديد نساعدها على التسجيل نعينها على تقديم المعلومات على توفير الأوراق على تلبية احتياجات البورصة في خبر آخر ترأس محمد حسين يتيم رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الأول هذا وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث أقر المجلس الختامية المدققة والتقرير السنوي للمصرف لعام 2016 وقد طلع مجلس إدارة المصرف على تقرير عن تطور الأوضاع في القطاع المالي للربع الأول من العام الجاري 2017 والنتائج المالية لعمليات المصرف للفترة الماضية وقد اعتمد المجلس أيضا النظام الأساسي لمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بي اي بي اف ومجل الإدارة الجديد للمعهد والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية